تغلق جائزة أبوظبي للتميز يوم غد باب ترشيحاتها لهذا العام ليبدأ بذلك العد التنازلي استعدادا للإعلان عن قائمة الفائزين بها الجائزة التي يحق لأي إماراتي أو أجنبي مقيم على دولة الإمارات العربية الترشح لها انطلقت عام 2005 وخلال هذه السنوات كرمت الجائزة 56 شخصا ما يميز جائزة أبوظبي أن المكرمين فيها يتم اختيارهم استنادا إلى أعمالهم التي قدموها للمجتمع من حولهم وليس استنادا إلى عدد الترشيحات التي يحصلون عليها ينضم إلينا هنا في الستوديو عضو اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي 2013 عيسى أسبوسي عيسى صباح الخير صباح النور بداية عند إلقاء النظر على هذه الجائزة لو تخبرنا أولا ما هي المعايير التي يتم من خلالها اختيار الفائزين بهذه الجائزة سنويا شكرا استضافتي جائزة أبوظبي هي مبادرة حكومية تحت رعاية من فريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد وعهد أبوظبي نابل قادل على القوات المسلحة تهدف إلى تكريم كل من عاد بالنفع على مجتمع إمارة أبوظبي بغض النظر عن العمر أو الجنسية أو إذا كان مقيم أو غير مقيم ما في كاتيجوريز معينة للفئات العامة لأننا نحن نبغيهم يفكرون يعني ما يحددون لأنه في عديد من الفئات الموجودة من المكرمين السابقين فإذا قنالهم مثلا بيئة أو أعمال اجتماعية ممكن أن نحد من الترشيحات هل على الشخص يجب أن يملأ استماره ويقدم نفسه للترشح لهذه الجائزة؟ كيف هو العملية اختيار؟ الترشيح يكون أن أنت تروح وترشح حد غيرك ما ترشح نفسك للجائزة طبعا لأننا نعتقد أن الترشيح بحد ذاته هو عمل خيري فممكن تدخل على الموقع الإلكترونية بغضبي ويرز دوت اي وترشح أي حد الذي تعتقد أنه يستحق التكريم بهذه الجائزة هل ممكن أن تعطينا أمثلة؟ أنا عندما رجعت لأيحة المكرمين وجدت فعلا جنسيات مختلفة أعمار مختلفة كان هناك طفل هندي على ما أعتقد العام الماضي لفت انتباهي أعطينا أمثلة عن ماذا قدم هؤلاء لمجتمع إمارة أبوظبي عبد المقيت عبد المنان اللي هو الطفل الهندي اللي يتكرم في جائزة أبوظبي 2011 قصته قصة جميلة يعني على صغر سنة هو أصغر المكرمين عنه شاف أضرار الأكياس البلاستيكية وقرر أنه يصنع أكياس من الورق فتعلم كيف يسويها وبعدين قرر يعلم غيرها من الناس يعطي محاضرات لغيرها من الطلاب والناس عساس يتعلمون كيف يسوي الأكياس الورقية يعني أفهمك بأن هذه الجائزة فتحت الأبواب يعني أمامه للمستقبل أكيد أكيد في عنا يعني العديد من الأعمار في عنا كان أكبر مكرم كان أيضا في 2011 عقيدة المهيرة هذا ما أريد أن أسألك عنه بعض المكرمين يعني رحلوا عن عالمنا يعني متوفين فكيف تم تقييم هذا الشخص الذي كان توفي قبل حصوله على الجائزة بأنه فعلا يستحق هذه الجائزة نحن بعد ما تنتهي مرحلة الترشيحات يكون في فترة التقييم والبحث يكون التقييم عن كل اسم نحصل عليه يكون تقييم مكثف وبعد ذلك يروح لكذا مرحلة عساس يتم اختيارك مكرم فنحن في هذه المرحلة نقوم ببحث شامل حول كل جزء من حياة هذا الإنسان طب هناك لجنة تقوم بهذا ليس كذلك أفهم منك من يدخل في هذه اللجنة هي اللجنة لا ما نعلن عن من الموجودين فيها الأسماء بصورة عامة هي شخصيات مهمة في البلد ومختصين في كل هذه الفئات بالعودة إلى هائها يعني ممكن أن أرشح أنا شخصية توفت من وقت لكن أثرت وقدمت خدمة للمجتمع أبوظبي بالضبط أكيد وهذا حصل في أكثر من شخصية نعم نعم طيب الآن ماذا غيرت هذه الجائزة برأيك خلال الفترة من 2005 حتى الآن هل شاهدتم أن هناك ردود فعل إيجابية هل هناك بدأ الناس يهتموا أكثر بما يقومون به أثناء حياتهم في أبوظبي بالطبع هذا هو الهدف الرئيسي من الجائزة التي هي تكريم الأشخاص على أساس أنهم يكونون مثال لغيرهم الهدف أيضا أن العمل الخيري والعمل النافع للمجتمع ليس بشرط يكون شيء كبير ممكن يكون شيء صغير مثل ما شفنا مع عبد المقيت كان شيء بسيط الذي سوى فنحن نشوف أن الناس بدأوا يفهمون هذا المعنى بالضبط لو تعطينا أمثلة لا أعرف إذا كان يحضرك أمثلة أخرى غير عبد المقيت هذا الطفل لأنه لفت انتباهي لكن هل هناك حتى لو بدون أسماء ما قام به هؤلاء المكرمون حتى تعطينا فكرة أوضح عن أعمال التي تفيد أبوظبي أكيد في عدة أمثلة صراحة عندنا 56 مكرم حتى الآن بالجائزة في المثال الذي كنت أقول لك هو عقيدة المهيري الذي هو أكبر مكرم حي عندنا فعقيدة كنا نسمع عندنا كصغار كإماراتيين عندنا في أبوظبي معروف بالطب الشعبي فعادة الناس يروحون في العين ويتعالجون بالمجان عن كل الأمراض يعني كان يعالجوا للحين هو موجود يعني عايش الحمد لله طيب هل تجدون الصعوبة في موضوع الترشيحات هل يصلكم عدد كبير من المرشحين ألا أكن سأسأله فعلا هناك يعني عالم يعني على إدراك بأن هناك مثل هذه الجائزة يعني أكيد توصلنا العديد الحمد لله من الترشيحات في الدورة الماضية وصلتنا أكثر من 27 ألف ترشيح منها 22 ألف ترشيح نحن نسميه بمعنى اسم الاسم الواحد لأنه مثل ما تعرف هي مملية على عملية الترشيح وليس عملية التصويت صحيح فلا يهم عدد الترشيحات بل يهم تمييز أعمال هذا الشخص فكان عندنا في الدورة الماضية 22 ألف وبحثتهم فيهم كلهم وطاريخهم واحد واحد كم جائزة طواطة عيسى؟ كم جائزة طواطة كل سنة؟ ليس جائزة واحدة بالطب في الغالب يعني بين السبعة أو العشرة عشرة مرشحين مكرمين أفهم طيب غدا يخفى الباب الترشيح نعم متى سيتم الإعلان عن الفائز هذه السنة ويأخذ جائزته حفل التكريم بيكون إن شاء الله في ديسمبر في هذا العام بنعلن عن كل الأسماء إن شاء الله وطبعا نحث الجميع على أنهم يرشحون لأنه خلاص يوم واحد وسيغلق الباب